موسيقى شفت يا امي يا امي شفت قعدتي جات مع مين مع ترافولتا يا امي هيا كده في اليومين الماضيين سلدت الأدواء على الفنانتين الشاقيقتين دونيا وامي سامير غانم بعد ظهرهم في حفل توزيع جوائز جوي اواردوس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك لتوزيع جوائز صناعة الترفيه بالسعودية والمخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة حيث حضرت امي ودونيا مع زوج كل منهن الفنان حسن الرداد والإعلام رامي ردوان من أجل تسلم تكريم والديهم الراحلين سامير غانم والدلال عبدالعزيز وكانت ضوء الأكبر على الفنانة امي سامير غانم لأسيما أن هذا هو الظهور الأول لها في حفل فني منذ وفات والديها وظهر عليها وعلى أختها دونيا حالة من السعادة قبل بدء الحفل نظرا لتكريم والديها الراحلين وخطفت أعين المصريين بابتساماتها ولكن ابتسامات امي ودونيا سامير غانم تحولت إلى بكاء ودموع بمجرد عرض الفيديو التسجلي لوالديهم الراحلين سامير ودلال وظهر ذلك بعد صعودهم على خشبة المصرح لحظة التكريم لتسلم الجائزة ولم تتمالك امي وأختها دونيا نفسهن من البكاء لدرجة أنهن نسي ماذا سيقولون للجمهور واكتفينا بتوجيه الشكر لهم وللقائمين على الحفلة وتصدر مشهد بكاءهم خلال تسلم الجائزة تيريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثر بكاءهما في العالم العربي ومحبي كل من الفنان سامير غانم والفنان دلال عبدالعزيز الذين غادر عالمنا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا في العام الماضي وعلى صعيد آخر وفي اليوم الثاني من الحفلة عربت الفنانة إيمي سامير غانم عن سعادتها وامتنانها بالشكر لكل من زوجها الفنان حسن الرداد والفنانة ليلة علوي والإعلامية وفاء الكلاني وهالة ستئي وبوسي شلبي لجعلها سعيدة ولكنها لم تذكر اسم شقيقاتها الفنانة دنيا سامير غانم ونشرت إيمي عدة صور جديدة لها في صحراء السعودية برفقة زوجها والفنانة ليلة علوي والإعلامية وفاء الكلاني وعلقت على الصور وقالت شكرا لكم جعلتني أبتسم شكرا لأنكم خلتوني سعيدة ويبدو أن الفنانة إيمي سامير غانم تجاوزت أحزنها بعد وفاة والديها نجمين الراحلين خاصة بعد حضرها المميز في الحفلة لاستلام تكريم والديها وعلى جانبا آخر فقد صرحت الفنانة دنيا سامير غانم في لقاءها مع أحد الصحفيين على هامش الحفلة أنها لا تزال لا تستطيع الخروج من حالة الحزن التي تعيش فيها بعد رحيل والدها ووالدتها حيث قالت بالنص مش قادرة تجاوز أحزاني بس عند التزامات ومقدر شغيب عن حضور تكريم والدي ووالدتي في هذا الحفلة الضخم والمميز شكرا لكم على حسن المتابعة لا تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد والسلام عليكم